أنا أنا هسا أطلع أطلع على أبو مجاري أقول لأخويا تعال شو مجاريك مزدودي يقول عيني وانتو دزولي حملت شهادات عليا نزلة يفتح لي مجرى حشاكم نحن أكو ملفات دائما مجلس المحافظة تثير الاهتمام مثلا ملف التعينات لما تجي درجات وظيفية ما تقاسموا ببيناتكم مثلا هسا إحنا بيها نحن ساعدنا عقود بعد فترة عقود محافظة مغداد فترة عقود محافظة مغداد راح تكون من خلال الرابط الألكتروني بالعكس إحنا عدنا لجنة الحوكمة الألكترونية لجنة الحوكمة راح تكون رقابة على الرابط الألكتروني اللي ينطلق من خلال محافظة مغداد يعني متأكد الموضوع راح ينضبط بموضوع والله إن شاء الله إيه والله إن شاء الله أنا ليش أدقلك صدري إحنا بصراحة كم أحد خابرك على درجة وظيفية بهذه الدرجات والله هاي الناس الفقرة هو هاي تخابر الناس يتبعوا علينا يش تقول لهم تقول لهم قدموا على الرابط نشوف إحنا نقول قدموا وهو كل اللي يقدمون إن شاء الله مؤاهلين يعني إحنا ترى عندنا فوق الإصباط عشالي في درجة اللي يكون مؤاهل يعني بالمواصفات أكيد إن شاء الله حال في الحال كم مليون خريج عندك في بغداد يعني مشكلة وإنت إحنا تدرى مشكلتنا وين إحنا مشكلتنا يسمى التجهين بس فقط على الخريجين وعلى حملت الشهادات العليا وناسين اللي ما عدهم شهادات يعني أنا هسا أطلع أطلع على أبو مجاري أقول لأخويا تعال شو مجاري أخمززولي يقول عيني وانتو الدزولي حملت شهادات عليا نزلة يفتح لي مجرى حشاكم نعم أبو بلدية ما عدهم هسا إحنا مثل ما يقول كلهم مدراء وين مات لزمة مدراء وين مات زين ما خليني للذاني للابتدائية لابو المتوسطة اللي ما عنده شهادة أصلا هذول إحنا نحتاجهم ليش لغيناهم نهائيا يعني هذي هم ملاحظة على مجلس الخدمة مجلس الخدمة ما يصير إحنا نفتقر فقط على حملت الشهادات أكيد حملت شهاداتهم وبهم مدركة وهم واجهت البلد بس إحنا نحتاج هساني من أطلع دور رقابي على دوار ما ألقى ما ألقى عمال ما ألقى يعني أبقى تقسيم خاطئ تقسيم خاطئ يعني فأنا هساني يوم من تقول لي بخصوص تعينات مجالس المحافظات تقول عندنا خريجين أكيد الخريجين إحنا معاهم بس هميا مع ذلك مع ذلك مع ذلك الخطأ مركز يعني مثل ما أحتاج الفني أحتاج الحراف شكرا للمشاهدة